اتيا من فرنسا مقلدا ويساما من رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسا أولاند التقى رئيس الحكومة سعد الحريري في برنين أنجيلا ميركل طارحا من جديد أزمة النازحين السوريين في لبنان وتأثير النزوح على البنى التحتية واقتصاد الوطن وخطورة بقاء الوضع على حاله اليوم المنزوح 4 مليون تحضرون حقا 1 مليون إلى 1.2 مليون سيريانا وحقا 500.000 فلسطينيين ويساعدت تحضرنا نفسنا 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 وخطورة نفسنا مبدأ لكم قبل أن تدريد كثيرا كما كنت أتوقف الوضع في الإنسان المنزوح في الأسبوع المنزوح في الأسبوع المنزوح سرين مجموعة 1.2 مليون سيرياني حتى إخوانا في مراجز إلى مدينة قد يصبون بقاء ، لبنانا اليوم يقدم باستخدام الطاقة على المسبوع للعالم سأظرنيم الآن إلى الدولي الرحلة المتساعدة للمعيزة لتنمية والتعاقبية لبرسلسل المعاراية التي تتشفل معه للمانوز يساعد مع في المقابل العاماية. اشتركوا في المنزل من 30 ملعبات المساعدة المنزلية للجموارات المباعدة المتحركة للجموارات المتحركة والإنساني للأسفل تريد ان تخطر المتحركات بإمكانية الكلام للجموارات المتحركة لذلك لا يمكن أن يحدث أن المجتمع الإنسانيات والمجتمعين يتواجدون فقط عن المساعدة ونحن يجب أن نجمع مدولاتنا حول الأزمة السورية يجب أن نحاول التوصل إلى أراء موحدة حول سبل الوصول إلى حل سلمي في سوريا فقد رأينا أن الحل العسكري أدى إلى مزيدا من سفك الدماء ومزيدا من الصعاب والتحديات ولم يساعد في حل المسألة مع طفاكم أزمة النازحين السوريين في لبنان تحول رئيس الحكومة إلى رحالة في المدن الأوروبية من هنا ألمانيا إلى غدا مؤتمر بروكسل الذي يعنى بموضوع النازحين هل تتحول الوعود بعد ست سنوات إلى حقيقة من أمام المستشارية الألمانية في برنين راشد كرم قناة الجديد